قبل ان نباشر التصوير اصرات سعيدة ان نتناول الفال الذي اعدته لنا لتعبر عن امتنانها بالاهتمام الذي لقيته من قبل البرنامج والذي لا يعلو ان يكون واجبا اخلاقيا لقناة الشروق مع كل المواطنين وكان الطبق عبارة عن لوبيا بالحم حاولنا المقاومة ولكن مذاقه كان لذيذا بدأنا التصوير مع الزوجين واول ما تحدثت عنه سعيدة هو شكرها وامتنانها لكل متضامن مع حكايتها التي اسرت الملايين داخل وخارج الجزائر عن زودة صالحة تعدز الكلمات عن وصفها في ذاك الليلة اللي يجست فيها مرقتش حتى الربعة عصبح والنس تعيط وتسقسي عليها ويعجلهم في الميزة الحسنة والله يكثر خيرهم ثمانية وربعين وليا كل عيطوا لي واحتهم الخارج عيطوا لي وسقسوا علينا والله يمنس الخير تحهم وخيرهم عندي ربي سبحانه ان شاء الله كانوا يقولوا كيف شرك مع السعيد كيف ش 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 ولعل اكبر فرحة عرفها السعيد والسعيدة هو سفرهما الى البقاع المقدسة لاداء عمرة لطالما حلم بها وحققها لهما المحسنون الذين تسابقوا الى هذا المنزل مثل تسابقهم الى الخيرات كنا نشوفوها في تلفزيون عمرة والله كنا نشوفوها في تلفزيون والناس هذولي جولي وفرحون يا ربي يفرحهم ويعجلهم في الميزة الحسنات ويعجلهم صادقة مقبولة ويعطيهم الذرية صالحة يا ربي العالمين وإن شاء الله كل حاجة يؤجر عليها عند ربي أحكي لي كيف ترتيلي دماغ أول خطوة اللي تخطيناها منا نذهب للمدينة قعدنا خمسيان في المدينة ومن بعد ذلك قعدنا خمسيان في المدينة نضيف أوقات الفجر وكل أوقات نروحوا نصلوا ونروحوا ندعو ونباعدك نقولوا ونروحوا للمكان تعلوته لهذاك وش نقولك ما شاء الله ما شاء الله والله ما خلونا بالفرحة هذي ما تصورش ما تصور أول دعاء الخونا يوسف تعال الشروق نشكر الشروق بفضل الله تعالى نشكر خويا يوسف ونشكر الناس هذو إن شاء الله ليه جولية ودوني الدعاء الأول خويا يوسف والثاني الدعاء لهذو الناس اللي الدوني للعمرة وثالث الدعاء لأمة محمد والرابعة ليانا يانا والزوج التعي كنت ندعي نقول يا ربي كما فرجتها يا ربي فرجها الأمة والله لا يحمنا حتى مؤمن كنا نشوفها في تليفيزيو ولكن كنت نشوفها بعينية والله هذو الخمسة يامني قضيتها في المدينة ما شاء الله وهذه العشرية من الأواخر رحنا للمكة وبعدك من ثم كي خرجنا من غدا من ذاك كنا رايحين مع الطريق من ثم ونحن نلبو ونحن نلبو ونحن نلبو ونحن نبكي ونحن نبكي ونحن نبكي ونحن نبكي وقد ورغلتهم ويدعو وهذاه كل المنافق يدعو المنافق يدعو للسعيد وسعيد ربي فرج عليهم بالدهر إن شاء الله والناس اللي كانوا ثم معنا في الكار والله يقعد عاولنا إن شاء الله ونحن نلبو وقالت لكم حتى نلحقنا للمكة الله يبارك الدخلة اللي دخلتها يدعو ثم قلت الله يبارك الله يبارك وبكيت ودعيت الرب إن شاء الله الأمة محمد الإسلامية إن شاء الله وربي يفرج علينا كل إن شاء الله وإن شاء الله الجزائر إن شاء الله ديما عرصها في السما إن شاء الله كحسي دخلت بكيت بكيت قلت أنا نجيل هنا يا سبحان الله أنا نجيل هنا ولعل أصعب ما روته لنا سعيدة أنها اضطرت إلى الاستحمام في المرحاض مباشرة بعد عودتها من البقاع المقدسة رانا ندوشو والله في لي توالد دوز يمجر تعل عمره كما جينا والله العظيم غير رانا ندوشو في لي توالد والله وهاكذا كل مساح خاطر من حبش نبيل له هو صح يزعف ويبكي بسعنا نقوله يفرج ربي سبحاني يفرج ربي هالي هي ما عندنا شو ندوشو ما كانش لا غالب نورما موجينا بيت ربي رح للمرحاف مزالي أنا رح للمرحاف رح لتدوش فيه وعلا والله يجي تنقية ويجي تصافية من عند ربي سبحانه الله غالب عرفنا من سعيدة ان زوجها دائم التنقل الى مقبرة العالية للوقوف على قبر والدها وتورمت رجلاه من كثرة المشي والحمد لله ان سعيدة الى جانبها لتعتني به يروح لعند بابا العالية يروح يبكي ونبعد كنا يضلو في تليفون نقوله وراكي يقولي لاني عند بابا في العالية لا قش ما يعرفش يسمي العالية يقولي آلية يقولي لاني عند بابا وما تكننا نلبس حواجي ونروح بدون تعلمه ونروح لعند بابا سرح نلقى ثماء كنلقى ثماء نقعد ونقلو نقرأ قرآن يقرأ لي معه زيما يقرأ قرآن ونقرأ معه قرآن ونبعد كنجيب ونجي كي الحق لي برا في نصطريق يقولي ملا انت يا روحي للدر ولا ملا ذو كنجي باش ما يمندلوش إحراج ولا نقولو زي ما نروح مها يبسي بسي ما نسيفوش ما نخليه نخليه ونبعد كنا ولا غي ندخل للدر ميباشر طقيق يدخل مورايا نطيب له قهوة نوجد له ونحط له هيا والحمد لله ولا غي الحمد لله الحب والعشرة بالمعروف التي تجمعها بين الزوجين كبيرة جدا ورغم مرض السعيد الى انه يعبر في كل مرة عن حبه الكبير لزوجتها التي يرى فيها امه اخته ووالده ودعم اتضعوا اتضعوا هذه الم disciظم انتصح اتضعوا اخوة اه انا 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 الحالة أسمع الحالة واضح لك ادعي ل 느�قي انتدعي بابا في الجنة فقال الد français يا حبي ظناء الوالي الوازير ثاني ان شاء الله يابي يدي لا تزال السعيدة والسعيد تحت سقف مهترئ قد يسقط عليهما ويقتلهما في اي لحظة رغم سيارة رئيس بلدية بشج الراح الى منزلهما ووعدهما بسكن لائق ولكن وعده لم يتحقق وربما لن يتحقق سعيدة مقبل كنت تحكي لي قلت لي دوزيان جوكي جيتو من العمرة ديرك تمو دوشتو في توالت والله غي رحنا لي توالت الدوشنا فيها ما عندنا شو نروح تبه ديلا والله دوشنا في توالت حرام والله حرام كنا في بيت ربي جتي من مكان والله غي من مكان وغدا منك رحت اللي توالت الدوشت أنا وياه والله دوشنا في زود تاكر سعيدة الناس ما شوفوا أبي بي كفشك يا عيشا نحن كاين بزيخنا سمحبين يعرفوا أسكو الميرتع برجع رحتوا أسكو جادر تطلع شافوا الكاين جالينا قبل ما رحل عمار جالينا بخمسة شينيوم هكذاك جالينا للدار شاف الوضعية بتاعنا كيفاش ماذا؟ تقلت إدخل الدار الشاف قلت له هممي أقصرت إعنا نرقد أنا طيب ما كوش فيها الله غالد ماذا قال لك؟ دي إ شاء الله فيها خير ورا ننسنو الوعيد التي أوه وراء هو وعدني ورا ننسنو في الوعيد التي أو إن شاء الله إن شاء الله ودي أيضا فرصة بش رئيس بلادية باشدر راح الجاشف ساعد كيفاش إن شاء الله هو وعده إن شاء الله ساعد مشكيس رح يمسى الوعد بتاع رئيس بلدية الباشدر رح هي فرصة أنه الوحد يدير الخير هو أصلا في النهاية ساعد حقه يعني من 1963 وهو هنا محشور في هذا الدار يعني حقه يدي سكنة يعني وحقه ما يمكن تطوروا سكنة نحن زيدو نكبروا بكم وما ألقي لكم سيخدمتكم سحنا نشكركم ولكن فرصة الوحدة أنه لا يضيعهاش اليوم قبل غدوة وجهت ساعدة رسالة إلى كل امرأة تخلت عن زوجها بعد إصابته بالمرض ومرة أخرى قدمت درسا في الوفاء لازم ندلو خاطر في كل حاجة فيما يجيب لي ذاك الحاجة زي 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 ما أنا ما عجبتني شو نقولو مليحة لك كان زعفان وكسر ذاك الفنجل ولكسر طبصين نقولو بحروا خليها نشري واحدة ومكاينين موما خلتنا طباصة موهود نحن نخرجوه لعقله نخليه نخليه في بعقله ومتكولي تكلمة اقولي نورمال يقولي سمحيلي والله الوحدة وحده يقولي سمحيلي يقولو معليش لا لا معليش ومنزعفش منك ما نزعفش والله هو صح والله منزعف منه كيف سمحيلي ومتكولي نقوله لا لا نقوله حافظ على زوجتها و الله غيت الجبديه الجبديه لعندك حتى يكون زعفان ولا غضبان الجبديه لعندك المرأة المرأة هي الأساس والراجل ثاني يقولون تصدار والله فاترها الراجل وعرفوا بلي الدار الضيع لقد اشتراها مريض بصحراني تحت جناحه والله غيراني تحت جناحه والله غيرها راجل وسد رجال ونطلب من الساعة نقولوا انه يطلوا في الأزواج تبعكم والله يطلوا فيهم لا خيشوا على زوجه هو الصح حتى أولا كان مريض ولكن كان صحيح كان مليح ومبعد كي طحت به نرميه ساعد ساعد هذه هي ما نرميش أنا الزوج تاعي ما نرميش كي كان يدخلنا في المصروف ويكون مليح ويكون هكذا طح بك خمساشيني ومسكيني طح في الفرش منظن شنفع ليه ولا لا لا كانت هذه مشاهدين متابعة لقصة سعيد وسعيدها هذه القصة التي لقت روجا كبيرا عندما عرضناها داخل الجزائر ولكن بشكل خاص في مختلف الدول أتذكر أننا وصلتنا اتصالات من جزائريين مقيمين في دبي في سعودية في كندا في ألمانيا وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية وكانت هناك أيضا مواقع إلكترونية مغربية تناولت هذه القضية وعبرت عن انبهارها الكبير بهذه المرأة أو بقصة هذين الزوجين المتلاحمين رغم أن كل ما يحطبهما يدفعوهما للإنفصال بريفا أقول لك يا يوسف الهدرة تحا والخذرة تحا والكوراج تحا ربي ما يخليهاش ويقول لك هذه سعيدة والسعيد سيقول لي شغل مسلسلة على ذلك سأذهب إلى خطرة شوف كيف يزوجت بهم بعدها سأقول العمر ونشاء الله ياربي السكنة تحا لكن كل الناس هذو ما يعطيهم على حساب قلبهم رفد الإعلام ويقول لها أنت عينية لما نعطي يالو مسكين ما يهدرش ويتمنى ويبكي وحان ضربي هذي الناس هذو يا يوسف والله أنا عاني نهدر شوف وشنو نهار يدرش منتح ونجي إن شاء الله إن شاء الله ياربي إن شاء الله يكون ذلك على أيامنا لأن الإستواق طولت بزاف يعني من 1663 هو مسكين واحده في هذه التخنة وما نقلناه مشاهدينا ليس ما رأيناه لأن هناك بعض التفاصيل رأيناها ولكن ليس هناك مجال لنقيها ولكن الوضع فعلاً كارثي سنعود إلى تفاصيل عدم حصولهما على السكن بصح اسمح لي يا يوسف قطعك الكلمك بالعسل بصح الشوروكي دخلت ما دخلتش بلاتة وستين بصح دخلت الشوروك ودخلوه الناس والناس كيما قولك بالدعاء ولكن ضريفة مش لازم تدخل الشوروك إلى كل المنازل كي يحصل المواطنون على سكنات المفروض أنه دايماً نعود إلى المشكلة للسرطات لأنه لازم هناك توزيع عادل للسكنات هناك توزيع عادل للسكنات في بعض الحالات وهناك توزيع غير عادل للسكنات على كل انضريفة سنصل إلى هذه النقطة أنا أريد أن أسألك سؤال على أنت أول ما شفت البخوم يا غيماز قلت لي شوف زوا ولا شوف القفة شوف اللوبيا أنا أقولك حاجة يا يوسف فهنا هذه الحالات يتقطع قلبي ونحس بهم لكن كما قالك الزمان كما قالك أنا وكاين نروح للعالي تربينا عامل تربينا ميزق لا تربينا بأكين وتربينا باعرفة و تعليم ولو إن شاء الله الله هكذا يمتلك نعم، 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 نعم. تفصريها بالنية لديها هذه المرأة. لأنها تقديرت البر باب ربي، وتدعي غير ليها. بشكل شيء، ولكن هذه ليس إبوكريت. لقد قبل أن ترى الروحة، ترى البر باب ربي، وتدعيها وتدعيها في شغلة هذه المرأة التي لديها مجموعة الپجان، ومشاء الله يسعج لها ديماً. كان هذه نساء. خرصانكم سعيدة السعيدة ورجلها سعيدة ان شاء الله يسعدي ايامهم. إن شاء الله يا ربي ونأتي أيامك يا يوسف والله غير بيفرج عليها وتسكن تولي لبس إن شاء الله بحيته وحيته عاجلها إن شاء الله هناك نقطة أيضا لفتتني في الساعد أنه ساعد مواظب على زيارة قبر يماه وبابا رغم أنه مريض ورغم أنه ما يعرفش يعني عارش يطلع في البيوت ويعرفش ينتقل من باش جراحة للعالية ولكن يروح يزور القبر تع والديه ويوقف يبدأ يدعيه على قبل ما يعرف إلى يدعي الوالديه ويمماه ولو أنه الدعاء مع الله عز و تعالى لا يحتاج إلى خطابة منمقار بفهم ما كان في القلوب ولكن في البقابل كان الناس ما يزوروش الموت وما يزوروش قبر تع والديهم وما يزوروش أقاربهم أكتشوفي يا يوسف شوف حتى مهضرها كي يهضرها بسيف ما تساهموش قطي كلام ولهذا قطي بسيف نصح أصلاح وراه أو هنا في القلب عنده الإيمان عنده الإيمان وباين كما يقول لك يا خير مثلا يقول كما يتزوجو حتى يتشابوه نفيزوش كيف كيف هي يشوف ديجا كي تشوف وجهة تعرف كي تضحك شوف كي تضحك كي تكون تخيز تكون تخيز وتشوف هذاك الراجل ثاني تشوف دعما يهضروا لكم تحطوهم هادا فيزوش تعرف بلي كما يقول كشلت لي تزنفوني تشوفهم ديراري هادوك صغار يقولك براقة لهم شغول براقة هادو ديرهم براقة شغول ديراري صغار هم يهضروا ما عندهمش الاخداع ما عندهم الخداع ما عندهم حاجة كما يقولك وعده وحاجة حيلا واندو حاجة شوف كيف يزوج كيف شادي هيدها مسكينه ويقول شوف يشوف هانتي عينية ويحب البلاد شوف شوف كال البروبلان اللي راو عندهم ما عندهم دار وصحة مسكينه